الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أهلا بك يا دكتور أهلا أهلا إزاي الصح؟ الحمد لله كله كويس؟ كله تمام الحمد لله ويشرفني أكون مع حضرتك لا ده إحنا لنتشرف هبدأ بكلمة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إيه هي التخصصات اللي موجودة في الجامعة يخليها مختلفة ونموذج التعليم الياباني مختلف عن إيه؟ يعني مختلف عن مثلا الأمريكي أو البريطاني في إيه؟ تمام تمام طيب أولا يعني أحب بس يعني أقول الجامعة بدأت إزاي؟ لأن ده له علاقة بسؤال حضرتك هاي الجامعة بدأت يعني وده طبعا الفضل والفكرة كانت معالي السفيرة فايزة بناجا اللي هي حاليا رئيسة مجلس الأماناء وقت ما كانت وزيرة التعاون الدولي هاي حضرتك الجامعة بدأت عشان تكون مركز تميز في البحث العلمي وفي التعليم وفي دعم الصناعة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط وعشان كده الجامعة بدأت دراسات عليا فقط من 2010 إلى 2017 شراكة كاملة بين مصر واليابان برضو ده رد على حضرتك شراكة كاملة اللي بيحكم الجامعة قانون خاص بيها مش قانون 49 عشرين فرض مجلس أمانة عشر مصريين وعشر يابانيين برئاسة معالي السفيرة فايزة بناجا وعضوية نائبة رئيس الجايكا والسفير الياباني ورئيس تيوتا تسوشو مثلا يعني وطبعا قامات أخرى مصرية وحتى إدارة الجامعة إعلان رئيس الجامعة بيعلن في مصر واليابان ولو تم اختيار رئيس مصري بيبقى فيه نائب واحد مصري واثنين نواب يابانيين كما هو الوضع الحالي حضرتك نشأة الجامعة اللي أنا قلتها دي خلت حسب الشراكة اللي بين مصر واليابان طبعا مصر عليها مسؤوليات واليابان عليها مسؤوليات حكومة اليابان كانت من خلال الجايكا مسؤولة تجهز الجامعة بمراكز تميز ومعامل ملهاش مثيل في الشرق الأوسط تحت سقف واحد وبدو حضرتك النجد شخص الأوسط كله هذا الكام من مراكز التميز والمعامل المتميزة ما يكتمعوش تحت سقف واحد في جامعة واحدة في الشرق الأوسط قد يوجد بعضهم في بعض الجامعات بالضبط كبه حضرتك واختيار أعضاء هي التدريس نتيجة للنشأ اللي أنا بقولها لحضرتك تم اختيار أفضل علماء في مصر مش المدرسين وأنا عايز أقول هنا إن الطالب وهو بيدرس مش مسألة مقرر مسألة مين اللي بيعلمه وبيستفيد من خبراته إزاي ومن خبراته الصناعية كمان طيب إيه التخصصات اللي موجودة حضرتك طبعا إحنا بدأنا مرحلة البكاليوس من 2017 بس يعني جمع عادة سبع سنين دراسات أولية فقط وهي لا تزال مركز بحسي والدليل إن احنا فيه طبعا معرض لابتكار بتاع أكاديمية البحث العلمي احنا أخذنا المركز الأول في مؤشرات براءات الاختراع لأن تم تسجيل تسعين براءات اختراع في أل من عشر سنين في الجامع وعندنا حاضنات وعندنا شركات بتونشة أنا مش عايز أتكلم على ذات دلوقتي إنما حضرتك لما بدأنا في 2017 مرحلة البكاليوس بدأنا هي أساسا طبعا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا كل تخصصات الهندسة موجودة عندنا مع هذا يمكن هندسة مدنية مش عندنا إنما عندنا كل تخصصات الهندسة عندنا كلية إدارة أعمال دولية كمان وإلى جانب ذلك عندنا كلية حاسبات ومعلومات أو برنامج حاسبات ومعلومات صيدلة عمارة مستدامة وفنون وتصميم في الهندسة حضرتك كل التخصصات اللي تخطر على بال حضرتك تخصصات طبعا جميع قسم ميكانيكا اتصالات إلكترونيات قوة كهربية هندسة بيئة منذ نشأة الجامعة وفيها كلية البيئة والطاقة والكيمياء والبيترو كيميائيات منذ نشأة الجامعة وعلى فكرة إحنا كل فترة بنطلع الكاربون فوت برينت بتاع الجامعة له علاقة إيه بالبيئة فدي التخصصات حضرتك بقى بتسأل طب يا طرى النموذج الياباني يفرق طبعا مساميات الكليات اللي عندنا مش هي المساميات اللي في الجامعات المصرية يعني احنا عندنا كليات كلية الاتصالات والإلكترونيات دي في الجامعات المصرية ممكن تبقى أقسام إنما إحنا لما بتعملت المناهج وتعملت الكليات اتعملت بالشراكة مع 15 جامعة يابانية ولا يزال الشراكة دي قائمة مفيش منهج أو مقرر بنعمله إلا بالشراكة مع دول وال15 جامعة دول عشانا كتبقى عارف فيه ينتموا ليهم أكتر من 22 ياباني أخدوا جايزة نوبل من 15 جامعة اليابانية دي والتنصيق كامل وأي طالب دراسات عليا بيبقى له مشرف ياباني وبيقضي وقت في اليابان حضرتك نظام الدراسة الياباني معتمد على لو بنكلم على كلية الإدارة العمالة الدولية نموذج اسمه الزيمي سيستم الياباني الزيمي سيستم ده اللي هو التعليم الفعال مش مسألة أن الطالب مطلقي لأ عشان كده إحنا الفصول اللي عندنا حضرتك حضرتك تلاقي الترابيزات بتاعت الطالبة في الفصول فيها أرك وعلى عجل لأنه الدكتور ممكن يقلبها دايرة يقلبها دواير جروب ستادي تبقى لشكل التفاعل ما بين الطالب والأستاذ تبقى لشكل التفاعل الزبط كده دراسة فعالة لو جينا بنتكلم على الكليات أنا طبعا نسيت أقول برضو أن احنا عندنا برامج في البيسيك ساينس يعني عندنا نظم في البكالوريوس في العلوم والكيميا والفضاء والنانو تيكنولوجي للحايز يدخل يعني التخصصات دي حضرتك احنا بقى الجامعة نظامها أنه لازم الطالب يمارس بإيده كل التجارب في المعامل جرعة المعامل عندنا تقيلة شوية ولازم الطالب يمارسها بإيده وأحب أقول لحضرتك أنه لما حصلت موضوع كورونا في جامعات كتير طبعا في مصر لجأت للتعليم عن بعد جامعة المصرية اليابانية المحاضرات بس اللي كانت عن بعد ولكن الامتحانات والمعامل تم تأجيلها للصيف والطلبة جم قعدوا شهرين مكسفين لازم يعمل التجارب بإيده الطالب ولازم يمتحن عندنا مش عن بعض في موضوع آخر مهم جدا بناء شخصية الطالب صح وبناء ثقافته منذ اليوم الأول وطبقا للنموذج الياباني كان فيه مركز بينشأ مع كل الكليات اسمه مركز الأداب الحرة والثقافة الليبرال أرتسان كالتشار سيديم وده أي طالب عندنا بيدرس ثلاث كورسات ياباني على فكرة قبل ما يتخرر وبيدرس كورسات ثقافة ياباني وبيدرس مواد ليه علاقة بالقيم وبناء الشخصية وبيدرس مواد ليه علاقة بالثقافات الأخرى وبيدرس مواد ليه علاقة بريادة الأعمال كتيرة وعلى فكرة احنا خدنا جايزة دولية من المجلس الدولي لريادة الأعمال International Council of Small Business اللي في واشنطن خدنا الانكيوبيتور الحاضنة بتاعتنا خدت جايزة بتاعة هذا المركز منذ شهر ونص تقريبا حضرتك الطالب لازم تبني وجهة نظر اليابانيين ان أنا مش حكسة بحاجة اما طلع مهندس كويس او صيدالي كويس من غير ما بقى متأكد من شخصيته صح المواد اللي بيدوها دي مواد اكبارية مش مواد اختيارية الى جانب كده بقى الجامعة احنا طبعا شغالين بكون سبتاني خالص ويعني حقوله الحضريخ لانه له علاقة برؤية مصر 2030 وتحقيق هدف رؤية مصر 2030 احنا عندنا أنشطة كتير الانشطة ما بتقفش وعندنا مراكز لتعليم لغات اخرى احنا بنعلم ألماني وأسباني للعايز يعني وفرنساوي للعايز ده كان الياباني اكباري الياباني اكباري ثلاث كورسات انا احب اقول لحضرتك معلومة اخرى كمان الصيف ده اول مرة بدأنا كورس مكسف ياباني للطلبة اللي عايزين اختياري من غير ما يدفعوا اي حاجة لتأهلهم لاكتياز امتحانات اللغة اليابانية بتاعت الحكومة اليابانية لمن يرغب ان يعمل في اليابان اللي هي اللانجوش سرتيفيكيشن حضرتك الجامعة طبعا متميزة جدا جامعة على فكرة من اعلى الجامعات المصرية في النشر لكل عضو هيئة التدريس تمتلك مجموعة من العلماء البارزين جدا في مصر الجامعة طبعا يعني في تصنيف تايمز للجامعات العربية الاخير كانت رقم اربعة في مصر ورقم اثنين وعشرين على العالم العربي برغم انها عهدها صغير والحكومة اليابانية من اربع سنين قررت ادي مية وخمسين منحة للطلاب الافارقة لدراسة الماجستير في الجامعة المصرية اليابانية الله انا حب اقول لحضرتك ان تم احنا وصلنا كم بقى اكتر من عشر تلاف اكتر من عشر تلاف اكتر من الطلاب الافارقة ودول بيخلصوا والحكومة اليابانية جددت هذا مية وخمسين منحة تانين مية منهم دكتوراه وخمسين ماجستير هنبدأ فيهم في الثلاث سنوات القادمة انما اللي عايز اقوله لحضرتك عشان حضرتك يعني تتخيل برضو معايا الجامعة فكرها مختلف ازاي لو بصينا على التسعين براءة اختراع تلاقي حضرتك مين اللي مشترك فيهم مشترك فيهم طبعا اسادزة مصريين مشترك فيهم احيانا الاسادزة اليابانين اللي بيشرفوا معاهم مشترك فيهم طلاب الدراسات العليا مشترك فيهم مهندسين المعامل اللي اشتركوا وبعد براءات الاختراع مشترك فيها طلاب في مرحلة البكاليوس احنا عندنا براءات اختراع تم تقدمها عليها اسماء طلاب افارقة من اللي لسه جايين ودرسوا معانا تبقى للمنحة اليابانية طيب أنا هستأذر حضرتك أنا عايز أعود أتكلم شوية على مسألة براءات الاختراع والفرق البحسية أيوة اللي هو بالمصري البسيط كده زي ما بنتفرج في الأفلام الأمريكاني فريق بحسي بتاع الجامعة الفلانية قدر أنه يخترع كذا أو يكتشف كذا إلى أخيره على ما يبدو أنه ده الموجود في الجامعة المصرية اليابانية فرق بحسية فيها عدد من المشاركين طلب أفرقى مصريين مهندسين المعامل الطلبة مصريين يابانيين إلى أخيره هزا أن أروح للفاصل وافهم دي بالراحة شويتين لأنه دي أكتر حاجة جذابة بالنسبة لها فاصل ونكمل الكلام لا إلا أنا سمعته في الفاصل الحقيقة من دكتور عمرى عدلي حاجة خيال خيال بالمعنى الحرفي دون أي مبالغة وتطرقنا في الحديث إلى تحقيق رؤية عشرين ثلاثين يعني حدوتة كبيرة هرجع الأول لدكتور عمرى عدلي بكل الترحيب وهرجع له يمكن السؤال اللي كنت بسأله على الطاير كده زي ما يتقال في مسألة الفرق البحثية اللي موجودة جوه يعني أنا عندي جوه المعامل بتاعتي في المصرية اليابانية فيها الفرق البحثية المختلفة على اختلاف التخصصات في حرية كاملة للبحث العلمي وكمان بنشر وباخد براءتك اختراع طبعا والفرق متعددة الجنسية مصريين وافرقة ويابانية هو بنشترك في مسابقات الطلبة بيشتركه في مسابقات زي مسابقات الروبوتس وزي مسابقات وبياخده جوائز وبيستعمله المعامل طبعا بس هو زي ما بقلت لحضرتك أستاذ يوسف هو الطالب بيتعامل مع مين هو بيدردش مع مين مين اللي بيدرسله دي مجموعة من أعلى العلماء اللي موجودين في هذا الوطن دي تفرق كتير قوي طبعا قد يكون المنهج متماثل في جامعات أخرى إنما مين اللي بينقل المعلومة الناس دي عندها خبرات كتير قوي خبرات صناعية وخبرات بحثية وهم بيدرسوا المحاضرات الكلام ده بيطلع في الدردش وده اللي بيفرق في سعر الطالب لما يتخرق طيب واحدة بنتكلم تطرقنا للحديث على تحقيق رؤية مصر 20-30 تمام وإنه ده علشان يتم يتم عن طريق مؤسسات البحث العلمي والتعليم العالي تمام والمصرية اليابانية بالتأكيد ليها دور كبير في ده المصرية اليابانية حضرتك بالترجم ده بحثة زفيره خليني أرجع مع حضرتك لتلاتة من أهم أهداف رؤية مصر 20-30 بناء الإنسان المصري مش كده زيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية صح وإتاحة فرص عمل لائقة ده اللي مكتوب بالتحليل طيب فيما يخص بناء الإنسان المصري أنا بحكي لحضرتك عن منظومة منظومة مركز الأداب الحرة والثقافة وبناء الثقافة وبناء الشخصية وبناء القيم واللي انفتاح على ثقافات أخرى إحنا يعني الكامبس بتاعنا حضرتك تخيل حضرتك ما يبقى فيه أنشطة رياضية فيها أفارقة من كل الجنسيات وعرب ومصريين ويابانيين فيما يخص بناء الإنسان وعلى فكرة إحنا اللوايح الجامعة عنيفة جدا في موضوع غش أو مش غش ما عندناش الكلام دي طيب نيجي بقى نتكلم على زيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية حضرتك مشكلة مصر إيه وأنا يعني أستاذ هندسة واشتغلت مع الصناعة كتير في حياتي على فكرة وأنا كنت في فترة مدير إدارة البحث والتطوير في مركز تحديث الصناعة كمان يعني في 2006 و2007 حضرتك إحنا كل الجهات الصناعية أو 90% أو 95% من الجهات الصناعية ما فيهاش إدارة بحث وتطوير ما فيهاش قطاع بحث وتطوير لو حضرتك عايز تزاود القيمة المضافة أنت محتاج بعض أنشطة القيمة الوطنية المضافة يعني تستبدل حاجات بتستوردة اللي هي مأثرة على مشكلة الدولار ما فيهان دلوقتي لو حضرتك عايز تعمل كده محتاج بعض أنشطة البحث والتطوير الطبيعي أن حضرتك تلجأ للجامعات والمراكز البحثية وهنا أقول لحضرتك إحصائية صغيرة الفرق بين مصر واليابان اليابان 70% من قدرتها البحثية في الشركات مش في الجامعات عشان كده بتلاقي تيوتا وبتسوبيشي وكل الشركات دي مطلعين براءات اختراع طلعة من عندهم من مراكزهم البحثية إنما مصر 96% من إمكاناتها البحثية في المراكز البحثية والجامعات بمعنى لو عايزين لو فيه أمل نرفع القيمة الوضنية المضافة في الصناعة المصرية لن يحدث من غير إشراق الجامعات والمراكز البحثية إحنا بنقوم بدورنا وبنعمل شغل كتير قوي كونسلتيشن واستشارات مع الصناعة وتطوير يعني كل يوم بيجي لنا طلبات وده طبعا دخل إضافي للجامع نيجي بقى الفرص العمل اللائقة حضرتك حضرتك أكيد سمعت يعني فخامة الرئيس بيتكلم كتير على إن إحنا بنتخرج حوالي مليون خريج جامعي كل سنة وده معناته إن إحنا محتاجين نخلق هذا الكم من فرص العمل حضرتك لازم تشوف خارطة العالم خارطة العالم فيه حاجة اسمها معامل الأعمار الايجينج اندكس معامل الأعمار في مصر بيقول إن في حلول 20-40 كل واحد طالع معاش فيه 3 شباب داخلين في سوق العمل إنما في اليابان العكس كل 3 طلعين معاش واحد في أوروبا كلها كل 2 طلعين معاش في واحد فقط أوروبي يبقى أنا لازم المناهج بتاعت الجامعات المصرية تتفصل بأعلى معايير دولية لتأهيل الخريج بتاعي يسد احتياجات الوطن وسوء العمل وسوء العمل وحضرتك تعلم على فكرة سد احتياجات سوء العمل ممكن يكون أنه هو يروح هناك وممكن يكون أنه يشتغل بين هنا وطبعا معالي وزير الاتصالات بيعمل شغل في هذا الدكتور عمر طه وحضرتك أكيد بتسمع أن من أهم موارد مصر في العملة الصعبة تحويلات المصريين اللي في الخارج لازم حضرتك يبقى عندك ناس مؤهلين عشان يستحوزوا على فرص العمل الدولية وده اللي بيحصل لما بنفصل المناهج فيه بقى مصر الثالث احنا شغالين فيه جرعات ريادة الأعمال الكبيرة علشان تأهيل الخارج لبداية العمل بتاعه في حالة أنه هو مش عايز ياخد فرصة عمل محلية أو دولية فالتلات حاجات دول دول فلسفة المناهج اللي بنعملها وفلسفة المناهج اللي بنعملها بالمناسبة طرق التدريس من ضمن طرق التدريس التدريس عن طريق البحث أو عن طريق المنافسة ليه؟ لتأهيله لخدمة الصناعة ده غير بقى الشغل اللي حاصل مع الصناعة احنا طورنا منتجات للشركات فيه منتجات خلقت دكتور أنا طول الوقت الحقيقة مهموم بحاجة كده أيها فاق ليه الشركات الصداعية اللي عندي في مصر ما عندهاش وحدات research and development طيب وهل هم فاهمين أهمية ده بالنسبة لهم يعني برا في اليابان وفي أوروبا فلولات المتحدة الأمريكية وحياتك قدرة مني بالسوق فلولات المتحدة الأمريكية شغال إزاي وصراحة شغالة إزاي أنا بروح جاي بقول والله أنا عايز أرعى هذا الفريق البحسي في الإطار بتاع كذا لتصنيع أو تطوير أو ابتكار كذا صح وأنا اللي هدفع كل التكلفة مهما كانت هنفترض أنها one billion صح في مقابل أنه المنتج النهائي اللي طالع الاختراع ده برأته محسوبة لشركتي أنا فمثلا حضراتكو عندكو قسم صيدلة فهنا ممكن تبقى كمصنع منتجات دوائية أقول والله جماعة الone billion dollar industry دي أنا جماعة هحط لكو الone billion في البحث الكذا بس هيبقى ملكي ملكي صح الملكية الفكرية بتاعتنا صح 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 ده مش موجود عندنا ليه هقول لحضرتك ليه لا ده يعني يعني اللي القطرة الخاصة عندي يبقى بيفكرش كده ينفست جوه المركز البحثية بتاعت الجماعات هم بدأوا حضرتك بس أنا هقول لحضراتك القصة القصة طبعا أن طالما أنا جبت خط إنتاج تيرن كي يبقى أنا مفيش حاجة عملها وعايز أقول لحضرتك أنا لو فصصت خط الإنتاج لو فصصته يعني سيور ومواتير وكونكتورز وحاجات ميكانيكا كل الحاجات اللي في لو فصصته حضراتك تلاقيه بربع التمن لما حضرتك تجيبه جاهز جاهز حضرتك دفعت تمن النوهو بتاع اللي جمعه ودفعت شحنه ودفعته ودفعته احنا دلوقتي في سوق عالمي بمعنى المنتج اللي هو عامله بتلت التمن بيتباع عالميا بنفس سعر المنتج اللي حضرتك حملت عليه كل الأوفرهيد ده صحية وفي النهاية بقى هامش الربح بتاع حضرتك قد كده وهو هامش الربح بتاعه قد كده هو بيفيد الدولة في ضرائب قد كده حضرتك مش بتفيد الدولة في ضرائب كبيرة هو قادر يدي برتبات كبيرة حضرتك مش قادر وما تقدرش تغلي السعر لان السعر العالمي معروف حضرتك بتنساش حضرتك ان احنا كنا عشنا فترات في جمارك على المنتجات الأجنبية والكلام ده تفك باتفاقية الشراكة مع أوروبا بالضبط كده فحضرتك الوضع دلوقتي انه يعني أساساً الشركات والمصانع ما كانش فيها قدرات طبعاً مش بعمم يعني ما كانش فيها قدرات بحث وتطوير لانهم ما كانوش محتاجين هم أخرهم كانوا محتاجين مهندسين صيانة أو تشغيل مش أكتر من كده إنما مع موضوع الدولار اللي ظهر والعملة الصعبة والحقيقة بدأت بعض الشركات تفكر تفكير آخر وتفكير آخر هما مضطرين لهم وده أعتقد في صالح البحث العلمي التطبيقي في الجامعات والمراكز البحثية ما أنا مش هينفعب أبتكلم عن الجامعة المصرية اليابانية اللي هي تقريباً ييجي 80% من شغلها عملي وأنا بتكلم جوها الستوديو أتهمين فأنا عايز أستأذن حضرتك إنه تسمح لنا بزيارة للجامعة ده تنوره ونروح ومش بقى نتفرج نسعد بإن إحنا نعود نصور ونشوفه ونطلع وما إلى ذلك آية حاجة علم بالنسبة لي في الدنيا بتبقى مبهرة لأن أنا خارجي الاقتصاد مش خارجي كلها علمية فأنا ببقى مباهر جداً بالعلوم وبالتكنولوجيا طول الوقت فأنا عايز أشكرك جداً يا دكتور شكري فاني نورتني وشرفتني وأسعدتني إلى أبعد الحدود شكري يا فاني ده أول يوم لأيه بعد الأجازة في أول يوم إن أنا أسعد بلقاء الدكتور عمري عدلي ده شرف كبير بالنسبة لي حقيقي أشكرك جداً يا دكتور شكراً جداً لحضراتكو أخيين السنوية العامة فكر بقى في الجامعة المصرية اليابانية كده على رأي الجماعة اللبنانين على مهل بالراحة خلصة الحلقة الحد كده وسواني يكون موجود كريم رمزي وبرنامجو رقم عشرة أما احنا لو كلنا العمر هنكون موجودين معاكم بكراً إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم أتى ساعة سلامات اشتركوا في القناة